جزيرة الكنز هي جزيرة يابانية تقع في بحر اليابان على بعد حوالي 120 كم من ساحل مدينة سينداي تشتهر الجزيرة بجمالها الطبيعي الخلاب وباحتوائها على العديد من المواقع التاريخية والثقافية المثيرة للاهتمام تبلغ مساحة جزيرة الكنز حوالي 260 كم مربعاً ويبلغ عدد سكانها حوالي 12 ألف نسمة تتميز الجزيرة بتضريسها الجبلية حيث ترتفع أعلى قممها إلى حوالي 1100 متر فوق مستوى سطح البحر تغطي الغابات الكثيفة معظم مساحة الجزيرة مما يوفر لها بيئة طبيعية خلابة تضم جزيرة الكنز العديد من الشواطئ الرملية الجميلة والتي تعتبر وجهة شهيرة لممارسة السباحة والغوص كما تضم العديد من المعالم التاريخية والثقافية مثل المعابد البوذية والمزارات شنتو تاريخ جزيرة الكنز كانت جزيرة الكنز مأهولة بالسكان منذ العصر الحجري الحديث وقد سكنها العديد من الشعوب المختلفة على مر القرون بما في ذلك اليابانيون والكوريون والصينيون في القرن السادس عشر كانت جزيرة الكنز موقعا للصراع بين اليابان والصين وقد وقعت معركة بحرية مهمة في عام الف وخمسمائة واثنين وتسعين في لال الحرب اليابانية الكورية في القرن التاسع عشر أصبحت جزيرة الكنز جزءا من الامبراطورية اليابانية وقد شهدت في هذه الفترة ازدهارا اقتصاديا حيث أصبحت مركزا للصيد والزراعة بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت جزيرة الكنز جزءا من محافظة مياجي وقد شهدت في هذه الفترة نموا سياحيا كبيرا حيث أصبحت وجهة شهيرة لعشاق الطبيعة والتاريخ المعالم السياحية في جزيرة الكنز تضم جزيرة الكنز العديد من المعالم السياحية التي تستحق الزيارة منها شاطئ هيروغامي يعد شاطئ هيروغامي أحد أشهر الشواطئ في اليابان ويتميز بشاطئه الرملي الأبيض الناعم ومياهه الصافية الزرقاء كوخ كبتن فلينت هو كوخ حجري يقع في منطقة جبلية في الجزيرة ويعتقد أنه كان المنزل السابق لكبتن فلينت الشخصية الرئيسية في رواية جزيرة الكنز معبد جويزان جي هو معبد بوذي يقع في أعلى قمة في الجزيرة ويوفر إطلالة رائعة على الجزيرة ومحيطها مازار موتسو جي هو مازار شنتو يقع في بلدة موتسو ويتميز بهندسته المعمارية التقليدية الجميلة الأنشطة الترفيهية في جزيرة الكنز تشتهر جزيرة الكنز بطبيعتها الخلابة مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية منها السباحة والغوص تضم الجزيرة العديد من الشواطئ الجميلة والتي تعتبر وجهة شهيرة لممارسة السباحة والغوص النشي لمسافات طويلة تتميز الجزيرة بتضاريسها الجبلية مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة التخييم توفر الجزيرة العديد من المواقع المثالية للتخييم والتي تتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة الخلابة للجزيرة كيفية الوصول إلى جزيرة الكنز يمكن الوصول إلى جزيرة الكنز عن طريق العبارة من مدينة سنتي تستغرق الرحلة حوالي ساعتين كما يمكن الوصول إليها عن طريق الطائرة ولكن الرحلات الجوية تكون محدودة تعد جزيرة الكنز وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والتاريف فهي تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب وباحتوائها على العديد من المواقع التاريخية والثقافية المثيرة للاهتمام ترجمة نانسي قنقر